انتهت المناظرات الثلاث ولم يبقى سوى 19 يوماً ليقرر الناخب الأمريكي رئيسه المقبل مناظرات ثلاث خلال 23 يوماً ووصل المرشحان إلى مناظرتهما الأخيرة ليؤكد كرهاً لبعضهما بلغ حد عدم المصافحة لا في البداية ولا في النهاية تمكن المحاور من طرح قضايا أساسية محليتهم الناخب من المحكمة العليا إلى الإجهاد وضع المهاجرين غير الشرعيين طرح الوضع الاقتصادي واستفسر عن خطتهما الضرائبية وخلق الوظائف وخفض الدين العام واختصر السياسة الخارجية بالنقاط الساخنة العراق والسوريا لن أدعم فكرة إرسال قوة أمريكية إلى العراق قوات احتلال الهدف اليوم هو استرجاع الموصل وستكون معركة صعبة ثم مواصلة المعركة باتجاه سوريا لاسترجاع الرقة التي تعتبر معقل داعش هل تعلمون من سيكون الرابحة الأكبر بعد أن نسترجع الموصل؟ ولا بد أن نسترجعها؟ هي إيران التي يجب أن تبعث لنا رسالة شكر لتوفيرنا الموصل لها لكن لا براعة المحاور ولا أهمية المرحلة منعتهما من كيل الانتقادات اللاذعة لبعضهما وتميزت كلينتون بالهجوم القوي بوتين يفضل أن يكون رئيس الولايات المتحدة دمية في يده ولم تتردد في وصف ترامب بالمرشح الرئاسي الأكثر خطرا على الإطلاق في التاريخ الأمريكي أما ترامب الذي كرر اتهامها بالكذب والتلفيق والذي يعاني من تراجع في استطلاعات الرأي فلم يكن أمامه إلا الهرب إلى الأمام فرفض التعهد باحترام نتيجة الانتخابات سأنظر في الأمر في حين لا أعرف حاليا سأنظر في الأمر في حين والسؤال الوجيه لماذا نصوت لكما؟ حظيت بشرف التعرف على رئاسة عن قرب وأدرك أهمية مسؤولية حماية بلدنا وفرصة العمل من أجل تحسين حياتكم أتمنى أن تعطوني فرصة أن أخدمكم كرئيسة لكم سنعمل على إعادة أمريكا قوية وأمريكا العظيمة ويجب أن نبدأ الآن لا يمكننا أن نتحمل أربع سنوات جديدة من حكم باراك أوباما وهذا ما سيحصل في حال انتخابها وعود وردية من ترامب من دون خطط فعلية وخطط مينة كلينتون مستهلكة لا تحمل الكثير من التفاؤل لكن الأيام باتت معدودة ولا بد أن يصل أحدهما إلى البيت الأبيض